السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناء التلاميذ أهلاً وسهلاً بكم في درس اليوم من سلسلة الدروس التعليمية في الرياضيات لنكون من خلال هذا الدرس مع التدرب على حل وضعية المشكلة بطرح أسئلة توافق معطيات الوضعية إذن دعونا نبدأ الوضعية الأولى ساهم تلاميذ السنة الثانية بستة وثلاثين قصة لإثراء رصيد مكتبة قسمهم وساهم صندوق جماعية العمل التنموي بخمسة وثلاثين عنواناً فصار مجموع القصص بمكتبة القصة خمسة وتسعين قصة أضعوا علامة X أمام الأسئلة المناسبة لنص الوضعية ما هو عدد القصص التي ساهم بها التلاميذ وصندوق جماعية العمل التنموي؟ ما هو عدد الكتب التي وجدها الأطفال في مكتبة الفصل؟ الوضعية الثانية قالت عزة لنلعب هذه اللعبة نضغط على زر الآلة فتنزل قطع النقضية نكر الإخوة على زر الآلة فتحصلوا على المبالغ التالية أطرح سؤالين وأجيب عنهما أولاً ما هو المبلغ الذي تحصل عليه كل واحد؟ عزة 10 زائد 10 زائد 10 زائد 50 يساوي 80 مليمن توفيق 10 زائد 10 زائد 5 زائد 50 يساوي 75 مليمن رمزي 10 زائد 20 زائد 10 زائد 5 زائد 5 زائد 20 يساوي 70 مليمن ثانياً أرتب المبالغ المتحصل عليها ترتيباً تصعودياً سبعين أصغر من 75 أصغر من 80 أصغر من 80 مليمن من 70 مليمن نزمل الإخوة شكرا